بمكون واحد فقط مش هيخطر على بالك مش هتتخيلي المكون ده يبقى ايه ولا هيخطر على بالك وحصري عند مية وبس هيطول شعرك للركب بدون زيود بدون كريمات بدون غسل هيخلي شعرك طويل للركب وهيكسف شعرك وهيمنالك الفراغات ومش بس كده ده هيخلي شعرك ناعم زي الحرير هيطول شعرك للركب من اول استخدام وتحدي يلا بينا على الفيديو ما تنسيش اللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا من حبيب قلبي عمين ايه رب كلكم تكونوا بخير معاكم مية من كونوت وصفات سحرية مع مية والنهار ده جايبا لكم سر يا بنات طحفة 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 سر رهيب لتطويل وتكسيف وتنعيم الشعر وهقول لكم كمان على حاجة كمانا عملتها طحفة يا بنات هتخلي شعرك ناعم قوي ومن غير ما تحطي لازيت ولا تحطي آآ كريم ولا اي حاجة بيخلي شعرك بيلمع بيلمع ولو جربتيها هتدعيلي وتقولي ربنا يا بارك لك يا موية والوصفة بتاعتي النهار ده الاساسية وهي حنتول شعرنا بتطول الشعر بتعالج الشعر اللي عاجز عن الطول وبتكسف الشعر كمان وبتنبط شفراغات الرأس والوصفة بتاعتي بدون غسل بدون زيوت بدون كريمات وبدون رائحة زي مثلا بصل طوم روائح اللي مش حلوة اللي بتكون في الشعر شايفين السهولة يا بنات يلا عملولي لايك بقى ولو مش مشترك عندي اول مرة تشوفي قناتي اضغطي على زر الاشتراك الاحمر وفعلي الجرس وعملي شير ولايك للفيديو حبيبة قلبي علشان الكل يستفيد اول حاجة معايا هنا هنجيب طبعا الطبق بتاعنا وهنجيب المعلقة وهنقول لكم على المكونات بتاعتي وتابع الفيديو للاخر علشان تستفادي وكامل الاستفادة عارفين ده ايه يا بنات؟ ده ايه حزروا فزروا ده ايه؟ ده يا حبيب قلبي كشور التوم وكشور البصل البصل العادي والطوم العادي كل اللي احنا هنحتاجه هناخد القشر بتاعهم وده اللي احنا محتاجينه في الوصفة بتاعتي فوزاع القشر البصل وقشر التوم فوزاع يا بنات في تطويل وانبات الشعر اللي هم فعالية جبارة كل اللي انت هتحتاجيه هتجيبي القشور دي ودي طبع معايا الفيديو للاخر ما تسبنيش علشان تركزي في الوصفة كويس هنجيب قشر للبصل وقشر للكده ناشي وحناخد كمية زي ما انتم شايفين بنفس المقدار اللي انا جايباها ده كمية من كشور البصل وكشور كده هو وهناخد تمام؟ وهنبدأ طبعا نخسلهم كويس يعني مش هناخدهم كده لان بيبكون فيهم اوقات مبيدات بنخسلهم كويس قوي وبنسيبهم لما ينشفوا او ممكن مبلولين مفيش مش كده تمام؟ انا غسلهم اصلا وصيبهم لما نشفوا خالص تمام؟ هنبدأ نجيب اوراق الغارق او ورق اللوري وهنحطه زي ما انتم شايفين معاهم وهنبدأ ننزل عليهم بالمية المغلية كده هون بالشكل ده كده هون تمام؟ في بولة زي ما انتم شايفين يعني مقدار حوالي تلت كبيات من المية على الكشور البصل وكشور التوم وآآ تلت او اربع ورقات كده من ورق اللوري تمام؟ دي الوصفة الاولى تابعوا معايا عشان في وصفتين كمان انا هخلي شارك كسيف وطويل ونعم زي الحرير تابع معايا وما تخرجيش بعد ما نقعناهم اي حطناهم زي ما انتم شايفين كده هنسيبهم يتنقعوا ست ساعات كاملة يعني هننقعهم من بالليل ونسيبهم تاني يوم الصبح بعد ما هننقعهم ونسيبهم لحد تاني يوم الصبح هنجيب بخاخة سبري بخ وهنجيبها وهنصفي المية بتاعته وهنحطها في البخاخة وهنخليها في التلاجة مش هتفسد معاك هتقض معاك كمان اكتر من 15 يوم هتبدأ يوميا دي ما بتتغسلش يا بنات تماما هتبدأ يوميا تاخدي البخاخ اللي فيه المية السحرية دي لمفعول السحر بيتطور الشعر بشكل جنوني وتنفع للاطفال وتنفع لجميع الاعمار وبتعالج كمان شيب الشعر المبكر هنبدأ ان احنا نحطها في زجاجة بخاخ وبعد كده هنبدأ ان احنا نرش على الفراغات وعلى الشعر كامل الشعر والجزور بيترش على الشعر والجزور بيدي رحة حلوة قوي للشعر بعد كده هنبدأ ان احنا نسيبه على شعرنا وهنخسل شعرنا الوقت اللي احنا محتاجينه سبنا يوم اتنين مع من سبتين مش لوش اي ضرر هنستخدمها كل قد ايه تلات ايام في الاسبوع يا حبيبة قلبي تعالوا بقى هقولكم على وصفة سريعة كده انا بعملها لشعري اه لا بحتاج زيوت ولا بحتاج كريمات ولا بحتاج اه اي حاجة وحاسة كمان ان هو عارفة من اول مرة هتحس ان انت مرتاحة اول شعرك هتحس ان انت في حاجة مريحة تمام انا هقولكم برضو على التجربة دي ودي طبعا سهل اوي هتجربها كده اول ما تسمعيني هتقومي تستعمليها هتخلي شعرك نعم اوي وبيلمع عنده في لمع غريبة ومش هتحتاجي لاتحطي لكريم ولا زيت ولا اي حاجة تمام دي خلاص هارفنا هنستخدمها ازاي وهنعمل فيها ايه هنجيب هنا برضو تمام بالشكل ده طبعا الوصفة دي يا بنات من تجربتي الشخصية الاتنين من تجربتي الشخصية الوصفة الاولانية انا عملتها البنتي وده سر شعر طول بنتي آآ شعرها طويل بسم الله ما شاء الله هناخد ده خل تفاح ولو مش عندك لازم تجي بيه لازم تشتريه فضيع يا بنات بينعموا بيه خل الشعر لمع قوي فضيع 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 هناخد غطى من خل التفاح ملء الغطى اهو تمام وهناخد ملء غطى تاني نخل التفاح اهو غطيين تمام وهننزل عليهم بالمية الدفية بالمية الدفية اهو بالشكل ده كوب واحد بس من المية او كوبين على غطيين من خل التفاح ده هتفصليه بعد الشامبو يعني خلاص انا بس تحمى وخلاص غسلت شعري بالشامبو والبلسم بتاعي وكل حاجة كل اللي احنا بنحتاجه ان احنا بخلاص احنا خلاص كده خلصنا مش هندلق مية على شعرنا تاني هنروح واخدين المية بخلي التفاح بالمية الدافية دي وهنبدأ ان احنا ندلقه على شعرنا وندلك تمام ونسيبه هدوشتو فيه الشعرك بعدين انت تشوفي بس شعرك بيه وسبين وبعدين نشفيه كويس اطلعي من الحمام وصرحي شعرك لو ما لقيتهوش ناعم وبيلمع وطري وحل وبيتعالي اتكلمي معايا هيخلي شعرك ناعم زي الحرير دلوقتي هقول لكم على تركيبة زيت البنات كتير قوي سألتني عنه هقول لكم على التركيبة ديت وديت بتنفع لتكسيف الحواجب وبتنفع لتكسيف الرموش وبتنفع لتكسيف الشعر حلوة قوي يا بنات برضو هقول لكم عليها نوعين الزيت دول يا بنات حلوين جدا جدا لانبات الشعر ولتكسيف الشعر سواء الحواجب سواء الرموش سواء فروة الرأس ده زيت الخزامي اللي هو لفندر وده زيت الخروع بنجيب النوعين دولة وبنحطهم على بعض وبنخلطهم يعني بمقدار متساوي وبنحطهم في ازازة واحدة المقدار ده هو المقدار ده وبعدين بنحطهم في زجاجة مغلقة وتكون مظلمة يعني زجاجة مش شفافة زجاجة غمقة او نحطها في مكان مظلم مش مش مكان اه في شمس او في نور تمام وهنبدأ ان احنا ندفي الزيت لما نيجي نستخدمه طبعا لما هنخلطهم على بعد وهنبدأ نعمل زي مساج لفروة الراس وهنحطها برضو على حواجبنا وممكن بيه اللي هي المسكرة القديمة دي وممكن نمشي برضو على رموشنا بالنسبة للحواجب والرموش هنسيبها لمدة عشر دقيقة او خمسشار دقيقة مش قطريش عن كده بالنسبة للشعر هنسيبها من ساعة لتلات ساعات على الشعر وهنغسل الشعر بالشامبو قبل كل غسيل الشامبو آآ اللافاندر بيدي رحل وقوي للشعر بيخلي رحة شعرك تحفة آآ زيت الخروع كمان اللافاندر الاتنين بيكسفوا الشعر بشكل سريع انا قلت برضو قلوكم على تركيب تزيوت دي علشان في بنات طلبتها مني اي يا رب بتكون الوصفة عجبتكم وهو وتنسوا تجربوا وصفة خلي التفاح علشان بجد تحفة وهو وتنسوا تجربوا ليه اولادكم وليكم الوصفة بتاعت تطويل الشعر بسرعة جندة اشوفكم على خير بس سلام عليكم ما تنسونيش في اللايك السلام عليكم